تعال اقول لك ازاي نخفي الموقع بتاعنا على الانستجرام او اخفاء موقعك على الانستجرام فده موضوع حلقاتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة هنخفي الموقع بتاعنا على الانستجرام بس ياريت قبل مبدأ شرح النهاردة تعملي لايك لفيديو دايو لقل ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي فيه التعليقات وانا هرد عليك وما تنساش تصلى عن ابي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام وتكتب لي انت متبعني من اي دولة كتب لي انت متبعني من اي بلد ويلا بينا على الانستجرام اول حاجة هنروح مع بعض على متجر بلي او بستور عندك على الموبايل وبنكتب في البحث انستجرام ضغطنا كده وبنفتح الانستجرام مع بعض ولو موجود تحديث بتعمل تحديث للتطبيق مش موجود بتبدأ تنزل كده وبنقفل الموقع بتاعنا بسحب نحية الشاشة لتحت الاسفل وبنروح على سطرة الاشعارات وبنقفل الموقع بتاعنا بتلاقي الموقع بتاعنا مفتوح بالشكل ده ببدأ ان انا اقفله لو ملقتوش مفتوح ما فيش اي مشكلة طبعا هنا ببدأ ان انا ارجع كده بروح على انستجرام من برا من التطبيق من برا بيبقى ظاهر عندك برا كده بتغطى متغولة على التطبيق ومن علامة الاي بختارها بالشكل ده من هنا ببدأ ان انا انزل بروح على حاجة اسمها الازونات وبضغط عليها لما اضغط على الازونات بننزل كده وبنلاقي حاجة اسمها الموقع الجغرافي ضمن الازونات للتطبيقات زي ما انت شايفين الموقع الجغرافي بضغط على الموقع الجغرافي وهنا السماح انا هضغط على عدم السماح وبكده انت عملت اخفاء الموقع بتاعك على الانستجرام زي ما انت شايفين عملنا عدم السماح للموقع الجغرافي وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته